موسيقى اعزائي الطلبة مرة اخرى نلتقيكم في درس جديد من مادة الجغرافية لمرحلة الصفة السادس الادبي تطرقنا في المحاضرة السابقة الى مفهوم الجغرافية وهمية دراسة جغرافية السكان ولماذا يعد السكان هم ثروة المجتمع وتطرقنا ايضا الى دراسة اساليب التوزيع الجغرافي التي كانت تضمن التوزيع العددي والتوزيع النسبي والتوزيع حسب الكثافة ثم درسنا قليم توزيع الكثافة وهناك ثلاثة انواع قليم الكثافة العالية وفيه نسبة عدد السكان مئة نسمة في الكلمتر المربع الواحد والواطئة عشرة نسمة والمتوسطة ما بين العشرة الى المئة موضوعنا اليوم ان شاء الله سيكون العوامل المؤثرة على توزيع السكان هناك عوامل طبيعية عوامل طبيعية وعندنا عوامل بشرية العوامل الطبيعية هي ستة عوامل رح نشرحها بالتفصيل والعوامل الطبيعية هي ثلاثة ايضا سنتناولها خلال هذه المحاضرة عدنا العوامل الطبيعية اول شيء التضاريس التضاريس واشكال السطح عدنا دائما ذكرنا بالمحاضرة السابقة هناك وستمر علينا ايضا كالتعليل الوزاري في المحاضرة السابقة قلنا اربع مناطق حددنا اربع مناطق لم يتركز فيها السكان الا بالنسبة قليلة المناطق الجبلية الوعرة المناطق الجبلية الوعرة والمناطق القطبية والاستوائية والمناطق الصحراوية لاحظ هنا المناطق الجبلية الوعرة لا يتركز فيها السكان وإنما 25% منهم يتركز عند مستوى 200 متر فوق مستوى سطح البحر 25% 28% يوصل مستوهم إلى 500 متر يعني على ارتفاع إذا أكون نسبة قليلة من السكان يتركزون إلى 500 متر فوق مستوى سطح البحر ليش؟ لأن هنا عندنا هذا السكان سيواجهون صعوبات عند الارتفاع فوق هذا الارتفاع يعني إذا وصلنا إلى 1000 متر راح تواجهنا الصعوبات شين هاي الصعوبات؟ هاي الصعوبات هي ترى فرع وزاري فرع وزاري مهم يعني يقول اذكر الصعوبات التي تواجه السكان عند الارتفاع أكثر من 1000 متر أول شيء هذه الصعوبات يقول لا تسمح بممارسة النشاط البشري راح تجينا محاضرات قادمة يقول كمثال يقول أعلى نسبة تركز السكان في العراق يقول في المناطق السهلاء الرسوبي بسبب انبساط الأرض لكن كيف سيتحرك الإنسان في المناطق الجبلية الوعرة؟ فهنا الجبلية الوعرة هي سبب لقلة ممارسة النشاط البشري صعوبة بناء المستقرات الحضرية الكبيرة المجمعات السكانية المعامل المصانع لا يمكن بناءها للمنطقة الجبلية وعرة كيف يتحركون كيف يتم إيصال المواد هاي الصعوبات إضافة إلى الصعوبات الصحية فعند الارتفاع أكثر من 1000 قدم سينخفض الضغط ويحدث الدوران الذي نسميه بالعامية يعني دوخ ولهذا رح يشوفي قلة الأكسجين ويحدث الدوار الدوار هذا إذن ما يتعلق بالتضاريس وأشكال السطح نجي إلى موضوع المناخ شل العلاقة بين المناخ وتوزيع السكان هناك للإجابة على هذا الفرع أيضا تكرر في الامتحان الوزاري نوزع الجاب على ثلاثة نقاط معظم السكان يتركز بنسبة عالية في المناطق المعتدلة لدرجات الحرارة في العروض الوسطى يقل تواجد السكان في المناطق الأربعة ذكرناهم قبل قليل وفي المحاضرة الساقة أعيدهم منطقة جبلية وعرة منطقة استوائية قطبية وأيضا صحراوية الصحراء بس هناك أمثلة يعني هناك جواب ماننا الجواب الوزارية تضمن ذكر أمثلة حتى نحصل على درجات كاملة نحن قلنا الإنسان ما يتركز في هذه المناطق الأربعة ولكن ننطي أمثلة إنه في الصحراء تعيش قبائل الطوارق الطوارق وفي المناطق الاستوائية يعيش سكان الأقزام والعمالقة هذا هنا شوف الغابات الاستوائية الأقزام والعمالقة وفي قبائل عندنا اللاب قبائل اللاب والإسكيمو في شمال سيبيريا وهذه المناطق هي مناطق قطبية يعني نحن صح ذكرنا أربعة مناطق لا يتم بها تواجد نسبة السكان ولكن بالنسبة كبيرة نقصد وإنما هناك عندنا شواب على هذه القاعدة شوف في الصحراء الطوارق أقزام وعمالقة في الغابات الاستوائية لاب والسكيمو عندنا في شمال سيبيريا الموارد المائية العاملة الثالث من الطبيعي طبعا المياه هي مصدر الحياة أينما وجد الماء وجد الإنسان حاضرة السابقة تكلمنا عن التوزيع العددي قلنا حسب مستقرات البشري قرب العيون والينابيع والآبار ومع نهري دجلة والفرات فيزداد تركز السكان معه لاحظ مضيك هو أمثلة بالكتاب عن دجلة الفرات شطة العرب عندنا العيون الآبار هاي كلها سبب في تركز السكان رح يجينا التعليل يقل تواجد السكان في الحضبة الغربية الحضبة الغربية شرحناها قبل قليل قلنا نسبتها تقريبا من 55% إلى 60% مساحة العراق ليش تكون طاردة للسكان لأن قلة الأمطار ما بها مياه ارتفاع درجات حرارة هذا جانب العامل الرابع عندنا هي التربة يتركز السكان في التربة الخصبة وهاي دائما تكون مثل يعني عندنا في وادي الرافدين ووادي النيل تركز نسبة السكان بنسبة كبيرة لأن هذه الأنهار تنتهي بالدلتاوات وتكون تربتها خصبة ولكن عندنا مثلا ارتفاع نسبة الملوحة في تربة العراق تكون سبب لهجرة السكان الريف الفلاحيين إلى المدن وهذا واجب على السياسة العراقية يعني السياسة الزراعية المسؤولة عن السياسة الزراعية أن يعالجون هذا ارتفاع الملوحة لأن شو نعالجها؟ نعالجها بعدة طرق هو مذاكرنا هذا الكتاب أما نسألها مبازل والمبازل بها نوعين مكشوفة ومغطاة أو نمطيها سماد كيميائي يسمى ناخده بالفصل الرابع سوبر فوسفات وهذا نحصل عليه عند خلط الفوسفات مع حامض الكبريتيك فيتم معالجها أو نزرعه بمحاصيل تتحمل الملوحة هذا مثل الشعير مثل الجات هنا عندنا تعريف وزاري مهم جدا ومكرر بالأسئلة الوزارية أرجو من الطلب أن يستفادون من التأشيرات الوزارية هذا وزاري مكرر تربة اللاترايت تعريفة هي تربة متحللة في المناطق المدارية قليلة الخصوبة طاردة للسكان ليس من المعقول أن يبقى الفلاح يزرع إذا هو الانتاج ماله قليل لهذا رح يضطر الفلاح يتركه وهاجر الكثرة الهجرة الفلاحين تسبب إرباك بالنسبة لإقتصاد الدولة لأنه الناتج المحلي الزراعي سيقل وبالتالي تضطر الدولة إلى الاستيراد وإذا اضطرت الاستيراد رح يسبب عندنا الاقتصاد خلل في ميزان متوعة نأتي إلى الموارد المعدنية هذا ظهور المستقرات البشرية هذا التعليل تكرر في الامتحان الوزاري يعني إحنا ذكرنا الإنسان كان تواجده قليل في المناطق الأربعة هذا الصحاري المناطق الجبلية الوعرة المناطق القطبية هنا وعندنا الاستوائية فهنا جاء التعليل بالوزاري يقول ظهور المستقرات البشرية في الصحاري والمناطق الجبلية الوعرة والمناطق الشبهة القطبية ليش ظهر هنا وعندنا يقول بسبب قيامة الثورة الصناعية ثورة الصناعية مثل ما تعرفون هي قامت في أوروبا وتحديدا في بريطانيا لستة عوامل ومن ثم انتقلت إلى أوروبا هذه الثورة الصناعية تحتاج إلى مادة أولية والمادة الأولية يتم تصنيحها وهذا طبعا هذه الثورة الصناعية نعقب شوية ندخل إلى التاريخ هي كان السبب في ظهور الاستعمار الحديث لأنه هذه الثورة الصناعية تحتاج إلى مادة أولية داخلة في الصناعة موجودة يتم تصنيحها ومثم سوق استهلاكي بالنسبة التي يتم احتلالها الحاجة للمواد الأولية في الصناعة وهذه موجودة وهذا رح يزاد عدد تركز السكان في هذه المناطق لاستخراج المواد الأولية لكي يتم تصديرها الموقع القاري والموقع البحري سيتكرر هذا الموضوع في الفصل في الفصل السادس شي يقصد بالموقع القاري والبحري يقصد توزيع السكان ما بين القارات والمناطق الساحلية يعني طبعا يا بسلو المناطق الساحلية 75% من سكان العالم يتركز وجودهم في المناطق الساحلية شنو أهمية هذا التركز شنو أهمية هذا التركز هذا التركز يفيدنا من ناحية الزراعة شوف تربة خاصبة يعني هاي الأنهار تكون دلتاوات تكون تربتها خاصبة تساعد على الزراعة وكذلك الاستفادة من النقل والصيد يعني إذا طالب حتى يضبط الجواب المناطق الساحلية يتم الاستفادة منها من الزراعة الصيد والنقل النقل البحري يقصد به فهذا أهميتها بس هذا التعليل ورد في الامتحان الوزاري تكرر هذا أما يجي تعليل بصيغة تعليل أو يجي بصيغة فراغات ورد في الامتحان الوزاري يقول قلت تركز السكان في سواحل بيرو بيرو في أمريكا الجنوبية فالسكان احنا قلنا خمسة وسبعين من السكان هما يسكنون في السواحل ليش في بيرو يقل تركز السكان في السواحل لأنه سواحل بيرو ضيقة فقيرة ما تجذب السكان هذا الميستين هي طاردة للسكان والشيء الأهم هذه السواحل تتجمد في فصل الشتاء وإذا تجمدت اتقل حركة الملاحة فيها بالتالي رح يفطرون إلى الهجرة يعني الجواب عندنا نقطتين رئيسية ضيقة وفقيرة واحد تتجمد في فصل الشتاء لعدة شهور فإذا ما حقلنا النشاط التجاري هذا ما يتعلق بالعوامل الطبيعية والتأشيرات الوزارية واضحة أليه نجي العوامل البشرية العوامل البشرية هي ثلاثة أول واحدة النشاط الاقتصادي بسبب النشاط الاقتصادي سيزداد تركز السكان أي مشروع أي منطقة نقيم فيها معامل نقيم فيها مصانع هؤلاء اللي يشتغلون بها ستكون هناك هذا النشاط يولد زخم سكاني وتقام عليها بالفصلة الثانية رح ندرسه أيضا المدن فهنا حتى نجاوب جواب نموذجي يريد من عندنا من امتحان الوزاري أمثله على تأثير النشاط الاقتصادي على زيادة عدد السكان وتركزهم استغلال آبار النفط في المناطق شبه القطبية شوف لاحظ بداية المحاضرات قلنا تركز السكان ما كان موجود في هذه المناطق لكن بسبب اكتشاف النفط في هذه المناطق رح يزيد تركز السكان وفي اواسط الصحاري قلنا عليها اربع مناطق مثل عده ومنطينه ليبيا صحراء والجزائر فاكتشاف النفط فيها واستثماره لغرض تصديره والاستفادة من عنده ملاحظة رح ندرس هؤلاء في موضوع صناعة النفط ليبيا والجزائر من الدول المصدرة للنفط لكن رح ناخذ نفس الموضوع انه مصر انتاجه يكون اكتفاء ذاتي يعني بس يسد الحاجة المحلية فهنا اكتشاف النفط في الصحراء رح يدفع الى زيادة تركز السكان فيها الزراعة الكثيفة هيا رح ناخذها بالفصلة الثالث موضوع الزراع الزراعة الكثيفة تستخدم ايدي عاملة نقطع لها المثال مثل زراعة الرز زراعة الرز مثلا في جانب العراق تحتاج الى ايدي عاملة اضافة الى عدد السكان وهذا جاء فراغات وزاري شوف الزراعة الكثيفة تحتاج الى ايدي عاملة رح يزيد تركز السكان يقل تركز السكان على الدول التي تعتمد على الزراعة باستخدام المقارن يعني اي نشاط اقتصادي نستخدم بايدي عاملة يزيد تركز السكان صناعة الادوية هاي الانثلة كلها تكتب بالامتحان الوزاري صناعة الادوية ما تحتاج الى تركز سكاني ليش؟ لان نستخدم في صناعة المكائن لكن كمثال عندنا عكس هو صناعة الزجاج والاسمنت فتحتاج الى ايدي عاملة هذه المناطق اللي تنفيها صناعة الزجاج عندنا بالرمادي والسمنت رح نأخذها ايضا صناعة السمنت بالفصل الرابع يعني غالبية المحافظات العراقية فإذا رح يتركز السكان حول المعامل الموجودة في هذه الصناعتين لكن صناعة الادوية تستخدم المكائن حق العدد السكان فيها ستين بالمئة هذا التعليل يعني مهم للاطلاع مهم جدا ستين بالمئة من سكان عراقية تركز وجودهم في المدن في المدن ليش المدن احنا رح نأخذ نهاية الفصل توزيع بيئي توزيع حسب البيئة السكان يعني ريف قد تكون عندنا قاعدة من الان نحن ودى يشطل هنا الصناعة قاعدة من الفصل اول فصل الثاني التوزيع البيئي هذا فرع وزاري الريف يمارسون الزراعة زائد تربية الثروة الحيوانية المدن الصناعة زائد الخدامات فإحنا يدعون يتركزون في المدن ليش مدن؟ يعني عندنا نشاطات صناعية نشاطات صناعية وخدمية قد صناعة وخدمات إضافة إلى نشاطات تجارية لهذا رح يزيد تركز السكان هذا فيما يخص النشاط الاقتصادي فيما يخص النشاط أو تطور التاريخي المدن القديمة قاعدة ستفيدنا بالفصل الثاني كل مدينة قديمة تاريخية سيتركز السكان فيها مثال عندنا الحلة هي وريثة حضارة بابل وعندنا نينة والموصل هي وريثة حضارة نينة والآشورية آشور بني بات وفي بابل هي حضارة حمرابي فإذا هنا رح نشوف هذه المناطق التاريخية وكذلك المدن الدينية يعني عندنا إزداد تركز السكان يعني لازم ننطي تاريخية هنا بالتطور التاريخي مدن تاريخية وننطي مدن دينية مدن دينية المدن الدينية عندنا بالكتاب هي مدن مكة المكرمة والمدينة المناورة فيما يخصها المسلمين والفاتيكان التي تمثلت ديان المسيحية في إيطاليا هذا فيما يخص التطور التاريخي يعني المدن التاريخية والمدن الدينية يزداد تركز السكان فيهم لأهميتهم الظواهر الاجتماعية والديمغرافية هذا عندنا زيادة عدد السكان هنانا في البلدان الإسلامية يزداد عدد السكان بنسبة 3% 3% هاي البلدان النامية والإسلامية وعدنا 1% البلدان الأوروبية طبعا هنا هذا الظواهر الاجتماعي والديمغرافية اللي ربما طالب يسأل استاذ ليش 1% الدول الأوروبية ليش 3% وأكثر احنا البلدان النامية والإسلامية أكو أسباب احنا رح ندرسها بدراسة إهرامات لتوزيع السكان هذا الجانب الجانب الآخر أكو فرق يعني ها لازم ندخل عليه كمناقشة أو معلومة تقافية للطالب الديانة الإسلامية تبيح للزوج أن يتزوج في عصمته أربعة نساء الديانة المسيحية يتزوج مع الله واحدة وهناك مذاهب مسيحية لا تسمح للزواج بعد وفاة زوجته ولهذا السبب هنا أربعة هنا واحد رح يزيد تركز السكان إذن هذه العوامل البشرية الثلاث النشاط الاقتصادي نمطي عليه أمثلة تطور تاريخي نمطي المدن التاريخية والمدن الدينية كما ذكرناهن الظاهرة الاقتصادية نسبة الزيادة واحد بالمئة البلدان المتقدمة الأوروبية ثلاثة بالمئة وهذا ملاحظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر